السلام عليكم مشاهدين ومتابعين قناة غزلان شانير كذا يريد لبس عليكم كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحة جيدة مرحبا بكم معي فيديو جديد في القناة هاد الفيديو ان شاء الله غاد نقدم لكم واحد الوصفة كما كتشوفوا معايا المكونات را كما اشتور كنا مكونا واحد هاد الوصفة ديالاش ديال وصفة مجربة مضمونة مئة في المئة وغا تحتاجوها ويحتاجوها بزاف ديال البنات وبزاف ديال العيالات هاد الفيديو راح خاص للنساء فقط منوع دخله للرجال لان اصلا الوصفة كتخص للنساء المهم بالنسبة لهاد الوصفة هي وصفة للحمل وكذلك المشاكل الدورة الشهرية هاد الوصفة هذه اعطت لي واحد الاخت اللي جزاها باخر كنشكرها من هاد الفيديو هذا وهاد الوصفة لبنات يعني مجربة من صديقة ديالي شخصيا عندي واحد صديقة ديالي جربتها والحمد لله لقيت عليها واحد يعني سهل عليها الله بالدرية والحمد لله يعني ما استعملتها حتى بزاف يعني مودة قصيرة وعطتها نتيجة وكذلك مزيانة لمشاكل الدورة الشهرية مازال غنشرح لكم كل شي كما كتشوفوا معي المكوولي اساسي كنحتاجوا في هاد الوصفة ليو الزنجبيل الاخضر او سكنجبير خضر ضروري استعملوا هاد سكنجبير خضر ما تقولوه هاد الاخضر هاده كتجيبوه وكتاخدو منه واحد الكيميام ومراه تشوفوا معي في الفيديو وغادي نوريكم كيفاش غديروا ليه بالنسبة له هاد الوصفة هاده مزيانة بزاف كما قلت لكم المشاكل الدورة الشهرية يعني مثلا اللي عندها البرد خصوصا اللي عندها البرد اللي عندها اللوم ديال الدورة يعني بحلا قلتين بدل عليها ولا شي حاجة يعني عندها قليلة بزاف ديال الحويج هاد الوصفة هاده مزيانة لي جربوها واردوا عليها منسبة لطريقة الاستعمال هاد الوصفة هاده كتاخدو واحد الكيميام قليلا من ذاك الزنجبيل الاخضر او سكنجبير خضر كما شفتوها معي انتم ما قطعت غطره صغير ما تقطعوش بزاف لانه هو شو يرام جهد يعني ما خستش نكتره منه اه كان قطعوه كان غسلوه مزيان بالماء لاناناني غدي نحكوه بالقشرة ديالو ما غديش نحيدلي ديك القشرة داروري تخليو ديك القشرة وتحكوها لانا البنات هاد ديك القشرة اللي كتكون ديك سكنجبيرته هي رفيها الفائدة بزاف هانا كما غتشوفو معي غدي مش نجيب الحكاكة باش غدي نحك هاد شو يلي اللي غطعت وكما قطعت لكم غدي تحكوه بالقشرة ديالو هنا فادل قاتنا انا ديلا ما فوق البوتا كيسخن داروري تديرو المحتي طيب يعني يولي كيغلي ومن بعد غدي ننضيفوه على هاد هاد السكنجبير اللي حكينا بالنسبة لهاد الوصفة هاده الفوائد ديالها بالنسبة للمشاكل الدورة الشهرية فهي كتساعد انها كتخرج البرد يعني بالنسبة لبرد اللي تكون عندها البرد ولا اللي عندها مثلا الدورة ديالها يعني تبدلت عليها مثلا تبدلون ديالها او لا تبدل الكمية ديالها او لهذا فهذا الوصفة هذي مجربة شخصيا عند الاخت اللي اللي اعطيتها لها صراحة ولقات عليها النتيجة هنا كما يكتشوفوا معايراني ضفت المبعد الماغلة اللي يفوق البوطة كتخليوه حتى كيغلع وكتضيفوه على على هاد سكنجبير هذا يعني من اغير كتضيفوه هاد الماء البنات اه كتغطيوه من الفوق بالنسبة الى الوقت اللي غنستعملو في هاد الوصفة هذي راني باقي ما قلتوش ليكو اللي هو اه اخر يوم عندك في الدورة يعني بحل دبا اليوم غدي تغسليه من الدورة ديالك هو فش غتستعملي هاد الوصفة امتاش في الصباح من انتفيقي على الريق غدي تديري هاد شي كامل اللي وريتك غدي تديري هاد الوصفة هذي وغادي تخليها كما دبا انا دايرا غدي نغطيها ضروري تغطيوها كن اكد عليكم انكم ضروري تغطيوها لاش باش الفوائد اللي كي نفس كنجبير ما تخرش لنا في ذاك البوخار يعني كنغطيو باش يبقى ذاك الفائدة ديالو كتبقى لنا في الماء ذاك شي عاش ضروري خاصنا نغطيو ميمكن ما قلت لكم غتستعملوها في الصباح على الريق وبالنسبة للنهار هو اليوم الاخير في الدورة باش غتغسلي منها في الصباح على الريق غديري هاد شي وغتخليه هاد يدفع وغديت شربه ايض يعني يس HendPress هاد يدفعه وتشربوه بالقشرة ديالو يعني ما تصفيوه متاشي حاجة يعني بدك القشرة اللي كتشوفو في في الكاس غتشربوها كاملها غت שלوها كامل يعني ما هاد يش تصفيوه من بعد البنات ما غدي تشربو هاد الخالط هذا او هدا الوصفة هذي اهم حاجة في هاد الوصفة هو انكم تطبقوا اد شيء كامل اللي كان قول لكم من بعد البنات ما تشربوا هاد الكاس غادي تخرجوا تمشى ابعد مسافة عندكم يعني تمشى 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 مسافة طويلة ضروري من بعد ما تشربوا هاد الكاس انكم تخرجوا تمشى لان من كتشربي هاد الخالض وكتخرجي تمشى فتم فشكت كل تسافد من الوصفة و إذا كانت شيئا تحياد و مهم راكي ستلاحظي الفرق في الدورة التي ستأتي من بعد مهم الدورة التي ستأتي من بعد راكي ستلاحظي فيها الفرق و ستلاحظي نتيجة لأن الأخت التي أعطيتها لها صباحا من الدورة التي جاء من بعد استعملت هذه الوصفة لقيت نتيجة هنا كما قلت لكم ستغطيه و ستشربه و ستخرج و ستتمشيه و يعني مثل الغابة تضعي هنا غرض في الصباح تمشيه و تشربه هذه المشيه ضروري ذلك الاسمشيه من بعد أن تشربوها هذي الوصفة كما قلت لكم أن هذه الوصفة مفيدة لمشاكل الدورة من السبح تلي كي يكون لديها الوجع البنات الذين يكون لديها الوجع للدورة الشهرية فهذا الوصفة تهي يرام زيانة اللي هبثي بزيف اللي عندها كما قلت لكم كمية قليلة اللي عندها اللون ديال الدورة مختلف وطبعا الحاجة اللي مهمة في زفلي هو الحمل هذا الوصفة هذي بالنسبة للبنات اللي بغين يحملوه واللي تطلع ليهم الحمل واللي باقي ما سهلش عليهم الله وطبعا الحمل ضروري إنسان كي يسببوا الكمال على الله الوليدات كي يبقوا ديال الله ماشي احنا اللي كنديروهم صدير بولي تعتهم لينا احنا فقط كنديرو السبب المهم هذي الوصفة هذي كذلك مزيانة كما قلت لكم ان اراها عندي صديقة شخصيا جربت هذي الوصفة هذي والحمد لله سهل عليها الله وكما قلت لكم ارا مطولتش قاع في الاستعمال ديالها وسهل عليها الله نتمنى إن شاء الله هتجربوا هذ الوصفة اللي اعطيتكم وكنتمنى كانتمنى أنكم تبرتجيوا هذي الفيديو باش يستفدوا الناس بزاف من هذي الوصفة هذي ولقوا عليها نتيجة لأنه كي يناس بزاف محتاجين لهذا الشي نتمنى إن شاء الله الفيديو ديالي إينا الإعجاب ديالكم وتشاركوها مع الناس باش تعمل الفائدة إن شاء الله المهم أنا يوم بغتش نطول عليكم لهذا الفيديو المهم لأنه ذكش اللي مهم كامل اللي قلتوليكم وأهم حاجة أنكم تطبقونتم هذي شي كامل اللي قلت يعني ما تفلتوا فيه التاشي حاجة يعني اللي درتوكي ما عطيتوا لكم إن شاء الله ربي غدي سهل لا بالنسبة اللي بغت الحمل ولا بالنسبة اللي عندها مشاكل الدورة الشهرية وإن شاء الله اللي جربت هذي الوصفة وسهل عليها الله تدعيم معايشي تدعي وزوينا حيث أنا متأكدة أن هذي الوصفة هذي خصوصا لبنات اللي عندهم مشاكل في الدورة الشهرية أو لا حتى اللي عندها مشكل الحمل لربما عندها البرد أو لاشي حاجة فأنا متأكدة أن هذه الوصفة هذي غتلقى عليها إن شاء الله نتيجة وإن شاء الله ربي غيسهل عليها وإن شاء الله اللي سهل عليها جميع البنات اللي بغيين الدورية الصالحة واللي اللي بغوا والوليدات إن شاء الله كل شي عند الله قريب تشي حاجة مبعيدة فقط لإنسان يسببه الكامل على الله مهم الابنات هنا كنتظن كيسلي الفيديو ديالي وانا انا وصلت لكم قاعدة كشي اللي كيهم الوصفة ديما كنقول لكم في الاخر الفيديو الى كيعجبكم الفيديو ديالي ديروا لي ايه لايك وبالنسبة اللي كيشوف الفيديو ديالي اولا كيتلقى مع القناة ديالي اول مرة اشترك في القناة واضغط على زر الجرس باش ان شاء الله يتوصل بكل جديد كنحطوه لكم وان شاء الله جربت الوصفة ردو لي في تعليق وبسلام عليكم